دائرة سيطرة الحوثيين على صنعة توشك على الاكتمال بعد ان باتت معظم اجهزة الدولة ومؤسساتها في قبضة الجماعة فيما يتوارى شريك والانقلابي متراجعا الى الهامش مكتفيا بالمراقبة واصدار بيانات التنديد والرفض موجة تعيينات واسعة نفذتها جماعة الحوثي في عدد من المؤسسات المالية والقضائية والرقابية كان بعضها محل خلاف بين شريكي الانقلاب طوال الفترة الماضية وهو ما يشير لان ميليشيا الحوثي اتخذت قرارها في الموضي قدما في بسط سيطراتها الكاملة على ما تبقى من مؤسسات الدولة وازاحة حزب الرئيس المخلوع ورجاله عن المشهد تماما خلال ايام نصدر رئيس ما يسمى المجلس السياسي عددا من القرارات التي اعادت الازمة بين الشريكين للواجهة فمن مجلس القضاء الاعلى ووزارة المالية الى المؤسسة العامة للتأمينات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدد اخر من الاجهزة ومؤسسات الدولة كانت الجماعة تضع انصارها ورجالها على رأس هذه المؤسسات او تحصر ما تبقى من رجال الرئيس المخلوع فيها كما هو الحال مع وزارة المالية التي عينت فيها الجماعة عددا من الوكلاء والمستشارين للوزير المحسوب على جناح صالح في الحكومة لا يتعلق الامر هنا بعملية تستهدف حزب المخلوع وتقليص وجوده في حسب فالتعينات الجديدة كما القديمة ايضا تكشف عن عملية احلال واسعة تنفذها جماعة الحوثي في جهاز الدولة وتستهدف تجريف الوظيفة العامة من كل من لا ينتمي الى جماعتها وهما تؤكده مراجعة سريعة لقائمة الاسماء التي وضعها الحوثيون على رأس هذه المؤسسات والتي تشير لان الغالبية الساحقة منها تنتمي لذات الفئة التي طالما استحوذت على الوظيفة العامة منذ اللحظات الاولى للانقلاب